عوضة من جديد مشاهدين الكرام في كل مكان مساء الخير عليكم مرة تانية وصولا أكيد لهذه الفقرة من ترينت وحديثا حول الفنون والقضايا الوطنية يمكن تمثل الفنون أهمية كبيرة جدا في رفع الحصة الوطنية وتقديمها للقضايا الوطنية في أسلوب جاذب ومحبوب بشكل كبير وكذا الدراما هي واحدة من الأشكال الفنون اللي خلقت ممكن نقول اللي هو قاعدة كبيرة جدا وأثبتت أكيد جودة الأعمال الدرامية بشكل كبير جدا يمكن في التأثير والمطابعة إحنا سيدين في هذه الفقرة أنه نطرح هذا اليوم مبادرة مبادرة عفوا أطلقها مبدعون لدعم الجيش ووجدت أكيد ودود أفعال يتوزعت ما بين القبول والرفضة ضيفنا من داخل السوديو الفنان الكند الأمين وموضوعنا أكيد هو مبادرة فناني لدعم الجيش السوداني وساء الخير عليك مساء النور عليك وساء النور علي كل مشاهدي غناء السوداني 24 وهي دا دايدنا الغناء دايمان هي مع الدراما والدراميين والغناء عندنا فيها أعمال كثيرة لو هي دائماً بيشجع الدراما والدراميين ما عايز أقول سعيد إن أكون معكم الليلة زي ما أي ضيف بيقول لكن حليقة سعيدة شكراً لك شكراً لكم أنت حبابك يمكن قبل ما نتناقش في فكرة المبادرة دارين يتحدث اللي هو حول الأعمال الدرامية ونشاطك في مجال الإنتاج يمكن أن يتكن عندك أعمال كثيفة جداً ولكن قد تراجعت السبب أكيد يعني الفترة الأخيرة الإنتاج الدرامي قلة بشكل كبير جداً حتى للفترة الآن أنتجت فيها كان في بصيص كده من تعامل يعني من التلفزيونات من الغنى القومية السودانية إنه بيدعمه أو بيشتروا منك لما انتج لكن حالياً قبل آخر العمل اللي اشتروا مني تقريباً 2015 فيلم ريشا الطاوص يعني قبل 6 سنة فبيقوا ما بيشتروا أعمال ولا بينتجوا أعمال قايتوا استوسمنا خيراً بالفترة الجاية دي لأنه أسف التلفزيون معلنين عن إنه فيها خمسة أفلام جديدة وفي سلاسر رمضانية قصيرة وكده وعلى أمل إنه بعد العيد حينتجوا مسلسلات طويلة زي ما كان زمان يعني لأنه ما بتحصر رمضان أسف فالفترة اللي كان ما فيها إنتاج دي كنا نزعى ننتج له جهات مختلفة ومن ضمن السعي ده يعني حاولنا نوري وقفتنا مع الجيش السوداني في الفترة الفاتت يعني هو كان الإنتاج ده لما نعملوا بري جيشنا أيوة فحسينا بأن الفنانين قدموا حاجة للجيش والجيش هو الوطن يعني جيشنا جيش الوطن يعني فغمنا عملنا دراما فيه حلغة اسمها تقاملية يعني ما بينفصل الجيش عن المدنيين وإنهم بكملوا بعض وإنه الجيش مهمة واضحة والمدنيين مهمتهم واضحة والبلد حتمشي لقدام لأنه من غير الجيش ما في حماية للحدود ما في مشاكل كثيرة بتكون حاصلة ما في دولة بدون جيش فعملنا سكيتشات تصف في الإطار ده بالإضافة لسكيتشات عن التعايش السلمي إنه البلد محتاج الناس يقبلوا ببعض يعني صحيح وبدون تعايش السلمي حيكون في مشاكل كثيرة شديدة فعملنا حلغات برضو بالشكل ده وبشكر الزمل الشاركوا معي فيها يعني الأستاذ محمد المهدي الفادني والأستاذ محمد عبد الله موسى والأخوت الأستاذ حانا عودت جاك والأستاذ خلاص نور الدين تحياتنا لهم وأستاذنا ناجي شرف الدين برضو ما قصروا يشتغلوا معنا ودعموا الجيش بوجهة نظرهم يا سلام طيب خلينا نرجع لهوا لفكرة المبادرة من وين جاءت الفكرة أنت ذكرت أنه كان في أعمال مسبقة اللي هو حول حلقة فيما يخص أكيد الجيش السوداني إنه ما بتفصلوهم عن المدنيين ولكن ما وراه أكيد هذه المبادرة فيه أهداف وفيه أكيد أشياء أي سوداني أو أي فرد من أفراد الشعب السوداني قاعد يطمح لنا حقيقي هو ما يدور في الشارع الآن بيخلي أي زول عنده روح وطنية يدعم الخضة بيوضح للناس الشيء المعواضح تمام يعني في الشارع مرفوضة جيش بشكل غريب ممكن يكون بالسبب يعني افتراءات حاجات حاصلة هي ما حاصلة يعني ملقوها للشعب فمهمة الإعلامين عموما مهمة الفنون إنه توضح الحقائق ونحن لو لقينا الكلام اللي بتقافي الشارع ده حقيقة أكيد ما حندعم الجيش ولا حنقف معاو لأنه ما في زول بيدعم جهة هي سبب في دمار البلد زي ما بقوله فالمبادرة جات من هنا تمام لما الفشقة كان احتلوها والجيش السودان هو الحرارة كان في وفود ومبادرات كثيرة جدا مشت هناك لطرفي عن الجنود لإحساسهم يعني رفع روحهم المعنوية إنه نحن معاكم نحن الفنانين معاكم نحن المواطنين معاكم كده فالفترة دي أنا كنت مشيت مع مجموعة من اتحاد الفنانين مشيت الفشقة ودوكة والحتات دي وهم كان بيغنوا للجيش وبرفه وأنا كنت بتكلم عن الدراما لكن ما كان عملنا عمل دراما فجاتني فكرة إنه لين هنا ما نعمل يعني عمل درامي فقمنا عملنا العمل درام يعني الكلام در تقريبا لو 8-9 شهور سنة ممتاز ولسه في استعداد تام إنه ندعم لا طبعا أكيد وأكيد يمكن واحدة من الحاجات اللي لوحظت في الشارع السوداني إنه دايما الشاب بيقول إنه الفنان لازم يبعد عن السياسة عشان ما يؤثر على العالم أكيد أكيد أنا خريج علوم سياسية لكن ما عندها علاقة بالسياسة يعني أنا خرجت من جامعة النيلين كلية التجارة باسم العلوم السياسية نجي بك لها ريوز علوم سياسية ما اشتغلت في المجال خالص ما اشتغلت في مجالي يعني بتاع دراستي خالص لأنه من أنا عمرتي زع سنين أصلا أنا درامي ممثل بمرامجة الأطفال وقرأت كورسات الدراما ما قرأت كلية المساعدة الدراما لأنه إحساسي إنه الموهبة أهم من الدراسة في وجهة نظرية يعني ممكن الدارسين يحترضوا على الحاجة دي لأنه إنت لو جبت واحد من بعد ما الدرس السانوي وكمل وجاء مكتب قبول عشان يقرأ كلية المساعدة الدراما أكيد ما حيكون مبديل زي زول مارس الدراما من عمر صغير يعني أستانا مثلا ما درستي كلية لكن درست مع أسازتي كلية يعني عشرطة ممثلين كبار تجارب مختلفة مدارس مختلفة رحم الله عوالصديق أستاذي الأول أستاذنا ياسين عبدالقادر رحم الله الشبلي كمية من الدراميين أنا اشتغلت معاهم وباخد منهم في سين صغيرة لحد ما بيقيت أنا في يوم من الأيام إنه في مصافهم مع الجداد يا سلام طيب بالي هنا نرجع للمبادرة شنو ممكن نقول الأعمال اللي قدمتها المبادرة وكيف كان تأثير على المجتمع قدمنا خمسة سكيتشات تمام سكيتش واحد اسمه تقاملية هول كلمنا عنه قبل شوية إنه لازم الجيش والشعب يتقاملوا مع بعض عشان البلد تمشي لقدامه وسكيتش تاني على التعايش السلمي إنه البلد دي لازم نعيش فيها كلنا بمحبة ونقوم كلنا مع بعض ونرضى ببعض يعني لا فرغة في جينيس لا فرق في تعليم لا فرق يعني الغبلية لازم ننتهي منها وتاني في جيشنا الأبيض أيام قارونا طبعا وكذا شكرناهم يعني سكيتش لشكر للجيش الأبيض تاني في اثنين واحد أيوة واحد يعني كلية الحربية إنه هي مصنعة الرجال معظم الأمهات كان بيرفضوا إنه أبناؤه إن خشي كلية الحربية ليقول لك بيموت في الجنوب أيام الجنوب أ clutch في دارفور بيموت في التشاقع كذا فرونا من كلية الحربية مصنعة الرجال والموت ضحق ربنا يعني انت قاعد في بيتكم ممكن تموت وفيه واحد خامس لكن ما مستحضر طيب كيف كان اللي هو تأثير على المجتمع كان كبير جدا لكن انا كنت في الفترة دي بعيب على غنواتنا السودانية يعني اقول الكلام ده الله في داخل تلفزيون السودان تحديدا رفض ايرضم لي الفترة دي بقول لي لا تمشي الانتاج التجاري ولازم يدفع بروش كده يعني بينه ده تلفزيون الدولة يعني ده قبلي طبعا التصحيح بتاع 25 اكتوبر هسه ممكن عرغوه هسه ممكن عرغوه ممكن شديد واذا عرضوا في صفحات في الفيسبوك كتير شديد في اليوتيوب نازلات وتلفزيون الخرطوم يعني انا بصراحة بحيي استاذ ياسر عوض كان مدير تلفزيون الخرطوم في الفترة دي ما قصر نهائي روج ليها بشكل جميل جدا وعرضه ويف معانا وقفة كبيرة جدا لكن يعني للظروف السياسة برضو حاليا ما المدير يعني وهي كونها لقت غبول لقت لانه انا في ناس طبعا رافضين تماما الميول السياسية للدراميين انه دي ما ميول سياسي احنا عملنا عملنا هم قاعد عملو مع منظمات مجتمع مدني مع غير ومع كل الفرغ هزة شغالت عايش سلمي بيسافروا مع منظمات مجتمعوا دانو يشتغلوا في الفاشر في ميالة في الجنينة كده نحن اشتغلناه مع الجيش والجيش جيشنا كلنا ما جيش شخص واحد يعني الجيش ده جيش السودان الجيش فيه خالك وفيه عمك وفيه جارك فيه اخوك فيه ممكن تكون انت زاكت جيش ده ما يمنع انه ممكن يكون عندك رأي في الاحداث السياسية انك ممكن تكون مؤيد لجهة عكس الجهة الثانية لكن ما يمنع انه الجيش جيش السوداني فده خلاني احز بكترة التنمر الحصل عليه يعني في الجروبات في الحياة عموما في مجانة في المسرحة العومة احنا قاعدين جم خميسة بحي خميسة من هنا بنشرب قهوة ولا شاي ولا كده بنابزوني كثير لكن ما اشتغلت بجسة لانه انا مؤمن ومختنع بالقدم هما حاجة انه انه انت يكون عندك اكيد ايمان كافي انك قادر تنجح وتحقك اكيد حاجة مختلفة ما يدروا يحققوها غيرك وكيد ده حاجة مقدرة من كل الفنانين والدراميين وعلى رأسهم اكيد انت الاستاذ الكندي يمكن بنتمنى ليك كل النجاح ان شاء الله في هذه المبادرة وغير من المبادرات وكيد ده ما حاجة جديدة على الفنانيين او الدراميين شكرا لك شكرا لك انتي وشكرا لكل التيم العامل في غناز سوداني 24 وحقيقة افتقدناكم يعني لانه الوجود في عربسات بيقلل شوية لانه في السودان نايمة الناس مركزين عن نايلسات نتمنى ليكم عودا حميدا لنايلسات ونشوفكم في ابقى صوركم فعلا كنتم مميزين والغنانا مبروان شكرا لك اديك العافية شكرا